موسيقى ميناء صيد البحر تحدث من الثمانينات ومن الثمانينات التو عنده قرابة ما نقوله 40 عام ما زاد فيه حتى شيء البنية التحتية اللي اتحطت باللول ما التو ما زاد لها حتى شيء قاعدة تتاكل كلها وتشحو في الحالة اللي موجود عليها معنا المدخل ميناء معاش يجد يدخل الفلايك ويخرج السبب هو معروف نحن موجودين في خليج جابس في اكبر نقطة متاع مد وجزر براسك في العالم مش حتى في تونس مشكلتنا هو ترمو للرمال الرمال هذي وقت ترجع تحفى تسكرنا البناء نحن طبعي الوكالات مواني الصيد البحري مانا كل ثلاثة اربع سنين قبل كانوا يحفرون لنا البرطة في السنين التالية معادش اخر اشعال ممكن عنده عشر سنين في مستوى التحفير بار كرام في مستوى جهر المدخل نحن طلبنا عنده تلمرات قلنا لهم ارى الميناء معاش يستوعب المراكب هذي شوفونا مناحل في التوسع متاع الميناء عندي 45 عام في المهنة هذي أبنع جدا بحار كونا ناخد مباهيين برطة الزارة كان ماشي كان سمح لان اهملات الدولة برطة الزارة واللي هي لابيب فهمتها لابيب هي الاهملت كل شيء فهمت وزادوا جابونا التحلي يا سيدي تحفروا تحطونا في فم البرطة معاش ندخلوا نحن البحارة ندخلوا بالوقت بدرجنا نتبعوا في البحارة بدرج فهم البرطة تردم تردم من كثر المد والجزر تردم معاش يخلينا ندخل على خطر معاش يدخل الفلايك ويخرج وزادت البنية التحتية الميناء تهرت والفريق وبشيها بقت علينا كلها بشيطيح ونحن بحارة صبرين كلمنا الصراط العليا بشينا سيد روزير الفلاحة كلامناها علم سيد روزير الفلاحة سيسم الدولة علمها فهمت المدير الابيب والشي اسمه البيتجيه تعالعابيب علم بكل شي عطينا يقول لنا عطينا دراجة عندها بحكم هو عندها دراجة بوش بشيكريننا فهمت عندهم دراجات خاصة بهم عندهم كعباتش جديد خاصة بهم ما حابش يجيبههم لنا يخدنا فيه آلاف وات بحارة قاعد يدخل فيه سلعة معناها مصلي عني بي فهمت وعندهم الانتاج تعبرة الزارات عندهم يقول لك ما يدخلش برطة الزارات يدخل في مليارات برطة الزارات المرجان والطحالة بالبحر والحشيش كل يموت والحوت بطبيعة هذي كل المصدر لوه للحوت احلي مصدرنا شنوه عندنا الاسماك عندنا سردينة سردينة تهاجر عندنا الحوت القاعي يلقع حوت القاعي ما عادش حوت الابيض فهمت من الاسباب هذي لكن يريد الملح لبحر قولي هذي اخوية دير ملحة اه التلوث حدث ولا حرج التلوث حدث ولا حرج التلوث برطة الغنوش نزيد هذي وزيد الميناء بقين احني البحر اللي حوله ولا قوم بالنسبة الميناء سيد البحر للزارات هذي ميناء عنده ظاهرة الترمل ظاهرة الترمل وهي ظاهرة يعني مرتبطة بالميناء هذي وملقيتش معالجة حقيقية لخر لحظات اليوم اجتمع اليوم تم دراسة انجزت وهذه دراسة عنوانها الاساسي هي حماية ميناء سيد البحر للزارات من الترمل الدراسة هذه انجزت في ظرف ثلاثة سنوات ونحن ننتظر اتمام الدراسة وتمت الدراسة وبحثونا لابيل دوفر اخيرا والمطالب الاساسية طعا هي في الاعلان على لابيل دوفر هذي من اجل بدأ في الاشغال في 2023 وضعية ميناء سيد البحر بزارات وضعية كاريثية وضعية يعني كاريثية حقيقية فهي اشكاليات مع البحار لان الناس هضومة بصراحة ناس تعاني هذا مش فقط يعني مجال رزقهم ولكن ايضا روحياتهم مهددة لقتل سكر ميناء سيد البحري والمدخل ميناء سيد البحري رانينا سلعت عندها امكانية للخروج ولا للدخول ولو قدر الله تصير كاريثة نحن راهونا منذ زمان حمنا مسؤوليتها لوزارة الفلاحة وفي اللابيب قلنا راهو ضرورة التسريع بانجاز هذا المشروع كلفته تقريبا 25 مليار الكلفة تبعنا انجاز المشروع في محطات مختلفة واقترحنا جملة من الاقتراحات اهمها على الاقل انكم انتم تهيئوا وتعاودوا وتنظر في البنية التحتية متاع الميناء والهضامة الارصفة التي تقادمت والتي تقريبا اصبحت مهترئة لأقصى درجات طلبنا ايضا بانها تكون ثم جنترا بشت المياه تتعدى وما تبقاش استقنية ما تبقاش راكحة وتخلق من جي ظهر الترمو هذه كل الطلبات طلبنا بها وانجزت الدراسة انتهت الدراسة جي سيد وزير الفلاحة تقريبا عندنا شهر تقريبا الاقل من شهر وعد بالاسراع في انجاز او في الاعلان على الرابيل دوفل هذي لليوم ما ثمحت شي وعد زاد بانه بشيعمل درجاج يعني حفريات في المدخل المتاع الميناء من اجل حماية الناس وارواحهم وارزاقهم وللأسف لليوم ما ثمحت شي نحن نطالب بالتسريع بضرورة التسريع في الاعلان على الدراسة هذية وضرورة ان اتم عملية الحفريات في اقرب اقت ممكن باش الناس تعيش حياتها بشكل عادي وكاول